عبد الرحمن أسمع منك تعليق سريع قبل أن أذهب إلى الموضوع الثاني أو شيء خلينا نجواب وذكر إيها وصاوي مرة واحدة ما في شك اليوم نستحق أنه هل هو مستحقة أو غير مستحقة بناء على اللوائح اللي قدامنا هي مستحقة لأنه كصراحة كان فيه اتهامات صريحة وحث لو كانت عن طريق تساؤلات تساؤلات يعني حيانا تكون تؤدي إلى تفسير واضح للجميع كثير تكلمنا أنه من يوم الهويلي مباراة الباطن والمصر كان أول من أوقع شرارة الانتقاض ضد تحكيم هذا الموسم أو كانت أقواها كنا نقوم من أيام ذلك التصريح أنه فعلا أنه عقوبة مستحقة ولكن ما سبب ظهور أو إلى أي مدى وصلنا إلى هذه المرحلة أنه الرئيس الفلاني أو غير أنه يطلع وين وصلنا من الحالة الغليان يسبب هذه الأخطاء هذه تصبح تحكيميا اليوم قاعد أرى أخطاء أنا أعتقد أننا تمر كارثة تحكيمية مثل مرة مباراة الهلال والشباب التي قادها طاقم التحكيم السعودي الشمراني وحتى الفار العبدالله الشهري ومع ذلك حتى لم يكلف نفسهم حتى بالعودة للفار على الأقل بالسؤال الذي حدث في مباراة الاتحاد الشباب أعتقد أنه في أخطاء تحكيمية على الطرفين بعض القرارات كانت سليمة بعضها حتى بعد عودتهم للفار غير سليمة لكن لم يكن هناك مكابرة كان هناك عودة إلى الفار بس ما كانت أخطاء كارثية لا لا فيه فيه أنا أعتقد أنه البلنتي يسبق فاول هذا يوم نكون أخطاء أثرت على مجرور المركب لا يوجد مجرور مباراة حتى مجرور منافسة فريق صحيح أيضا بس ما ودي في مباراة الهلال كان في أخطاء تحكيمية وإننا اتفقنا الشارع الرياضي يتفق على أنه في أخطاء تحكيمية لكن ترى أنا أعتقد المقارنة شوية ما هي عادلة لأنه اليوم في مباراة الهلال الهلال ما قدم شيء يذكر في المباراة الجهد الذي قدمه الهلال ما يستحق أنه يحقق حتى نقطة حتى وإن كان مستحق أنا لا أختلف على البلنتي أنه مستحق لكن بالنهاية الشباب رجع وسجل ثلاثة وكان فيه مكانية أيضا وليس بسام اليوم كان فيه مكانية أن يسجل الرابع عن طريق المرتدة قبل نصف سرابع أنا لا أريد أن أفتح نقاش للمباريات نفسها لا لا بس أنا أريد أن أوضح نقطة صغيرة أنه الهلال ما قدم الجهد الذي يشفعله رغم الأخطاء وأتفق على الأخطاء التحكمية لكن البلنتي نفسها البلنتي تحول إلى هدف نفس الهجم الهدف الثاني لمست يد أنا لا أختلف على الأخطاء أنا الأخطاء لا أختلف عليها اليوم لما تسجيل هدفين يعني بغير صحيحة أكيد أنه خاصة ستضيع المبارات حتمية لكن أنا أشوف الخصم أشوف الخصم سجل ثلاثة يعني قادر على العودة غض النظر قادر على العودة بعد الأخطاء التحكمية الكبيرة الذي أنا أقصده فقط أنه أمام الاتحاد كان فيه تنافس بين الفريقين وكان الفرق هدف أمام الاتحاد أنت ضيعتها بيدك على